ترجمة نانسي قنقر لمحافظة ابن التقي هنا بأركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد فضل النميرية طلعنا أكثر عن سير المعارك في هذه الجبهة هذه بداية الأيام الأولى التي حصلت الملشي كانوا قاطعين الخط مثلث دوران الطاحون ومنع المواطنين من الذهاب والإياب من الضالع إلى الحشاء ففتحنا الطريق ودحرناهم إلى الطاحون وحرنا تباب قلعة يراق كعالة تيس كما يقولون جبال الجفينة الحدائد تباب البركة يعني هذه المعركة الأولى المعركة الثانية كانت في الزقمة قطع الخط من الزقمة ومن تبة الخزان وما حولها من حبيل يحيى إلى مركز المديرية هذه كان خطر بها فدحرناهم المعركة الثانية المعركة الثالثة حرنا الطاحون ولكن منطقة الطاحون نستطيع أن ندخلها بأي وقت لكنها لا تصلح للتمركز نجبر أن نذهب إلى ما خلفها أو أن نعود إلى جبال الجفينات وما حولها وجبال الأحذوف ونبع في الحشاء هذه جبال مهيمنة والطاحون تحت نيرانا إذن أكثر من 71 كيلو متر تمتد من هذه الجبهة حتى جبهة جنوب مدينة دمت ما تزال تشهد اجتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وبين ميليشيا الحوثي امتدادا من جبهة مريس مرورا بجبل ناصا وحيد كنا مرورا بجبهة حمك حتى هذه الجبهة محمد مريسي قانت بالقيس من أطراف منطقة الحشاء محافظة الظالع